فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية فإن كثيرا من المغرضين أو الجهلة يأخذ من الأدلة ما يصلح لرأيه أو هواه ويقول أنا أستدل بالقرآن والسنة ونقول له كذبت أنت لم تستدل بالقرآن والسنة لأنك أخذت طرفا وتركت الطرف الآخر وفأنت شبيه بالذين قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ولهذا غضب الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى من أصحابه اختلافا في بعض الآيات ومشادة بينهم فالنبي غضب من هذا وقال لا ينبغي لكم هذا الاختلاف ترجمة نانسي قنقر